ازايك يا صديقي؟ معلش يا صديقي في بداية الحلقة كده عايزة اسألك سؤال تعرف كم واحد بعد ما خلص تعليمه ونزل سوق العمل عشان يدور على شغل؟ ملقاش شغل وبالبلد دي كنازة ما بنقول معرفش يشتغل بشهدته اعتقد يا صديق انك لو فكرت هتلاقي كتير جدا 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 والناس اللي قدرت تشتغل بعد التخرج او اشتغلت بشهدتها او اشتغلت في وظايف محترمة محدش يستغلها في سوق العمل يتعدوا على الصوابع فلو انت واحد من اللي تخرجهم ومقدروش يشتغلهم او واحد لسه تتعلم وخايف من بعد التخرج هيحصل فيك ايه؟ يبقى انت دخلت الفيديو الصح لان في حالة النهاردة صديقي جاي يكلمك ازاي تكون مستعد لسوق العمل بجد وازاي فعلا بعد التخرج تكون امكانياتك مناسبة لسوق العمل وتقدر تشتغل على طول وهفهمك ليه الناس مش بتقدر تشتغل بشهدتها بعد ما تتخرج من الكليات بتاعتها رغم انه ممكن يكونوا جايبين تقديرات عالية جدا فلو عايز تعرف اكتر يا صديقي يبقى دلوقتي تنزل تصلي عالنبي واتتابع الحلقة دي للنهاية انا طارق صادق وانت مناورني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى ومفيد بشكل بسيط وبخالي من كل الكلاكيعة فما تبخالش عليها باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب وتعالوا يا صديقي اشارك معاكم الحاجات اللي انا عملتها بنفسي اللي خلتني اول ما اتخرقت لقيت الوظيفة في البداية كده يا صديقي لازم تكون عارف ان انا اتخرجت من حوالي سنة ولما اتخرجت يا صديقي بعد حوالي شهر بس ان التخرج بتاعي تقريبا كنت اشتغلت في شركة وكان المرتب بتاعي وقتها 6000 جنيه 6000 جنيه صديقي كان مبلغ كبير كان وصل لحوالي 400 دولار تقريبا او 300 دولار يعني بارقام النهاردة صديقي انت بتتكلم فكتر من 15000 جنيه وانا لسه طالب متخرج من الكلية بتاعتي طوزة ده مش بسبب صديقي ان انا بقى واحد دماغي قلمزه ومفيش مني وانا الودي الفرود مفيش منه اتنين السبب الرئيسي يا صديقي في ده هو اني اخدت بالاسباب عرفت ان انا عشان اوصل لمرتب ويكون فلوسه كويسة لازم اتبع خطوات معينة عشان اول ما اتخرج من الكلية بتاعتي اروح سوق العمل اشتغل على طول وانا جاي اشارك معكو الهاردة الخمس حاجات اللي انا عملتهم اللي خلوني اول ما اتخرجت عملت تقرأ فيلا حتوري والميل لان الكلام اللي هقولولك دلوقتي هو جدا رقم واحد يا صديقي ان انا ادركت كويس الفاجوة م بين سوق العمل وم بين التعليم الاكاديمي اللي بخده في الكليه بتاعتي او المدرسة بتاعتي لو انت فاكر يا صديقي ان اللي انت النه crochetن ام花 التشاغل هو الش disag الاضي انت غلطان! اللي انا ادركته ادري يا صديقي ان اللي احنا بنتعلمه في الكلية حاجة واللي موجود في سوق العمل حاجة اخرى. يعني انت مثلا لو خريج كلية هندسك هتفضل تدرس خمس سنين جوه الكلية مصطلحات معينة. لكن لما تخلص الكلية يا صديقي بعد خمس سنين وتروح تشتغل في الموقع مع العمال هتلاقي العمال مش بيكلموك انجليزي ولا المصطلحات انت كنت بتقولها. هتلاقي في مصطلحات تانية خالص غير اللي انت درسته في الكلية. فلو انت مش مدرج ده كويس من البداية هتتعب قوي. لانك هتبقى متخرج من الكلية. فاكر ان الحياة بشكل وهتلاقيها شكل تاني خالص. وده من اول اسباب اللي بتخلي ناس كتير مش مؤهلة لسوق العمل اول ما بتتخرج. انها يا صديقي مش بتبقى قادرة من البداية كده تسد الفجوة والفرق اللي ما بين الكلية وسوق العمل. وخلي بالك. ده مش معناه ان الكلية بقى مش مهمة ويالا كلنا نسيب التعليم اصل سوق العمل اهم. في وظايف كتير يا صديقي ما تقدرش تعليمها غير بالكلية بتاعتك. زي مثلا كلية طب. ينفع تبقى دكتور وانت مش خريج كلية طب. وما ينفعش مسلا ان تكون مهندس وما تخرجتش من كلية هندسة. ففي بعض الوظائف محتاج ان انت تكون متخرج من مكان معين عشان تقدر تشتغل الوظائف دي. مش بس دي اهمية الكلية يا صديقي. الاهمية التانية في التأدير بتاعك. انت ممكن يا صديقي تكون خريج كلية علوم. وتلاقي فيه وظيفة نازلة لخريج كلية علوم. بس تلاقيهم مشترطين شرط ان انت لازم تكون جاي بتأدير ج جدا مثلا. فبالتالي انت كده عشان تشتغل الشغلية دي لازم يتوفر فيك حاجتين. الحاجة الاولى انك تكون خريج كلية علوم. فانت لازم تدخل كلية علوم. الحاجة التانية ان انت تكون جاي بتأدير معين في الكلية دي. بس هل دول الحاجتين الوحيدين اللي يخلوك تشتغل الوظيفة دي? لا يا صديقي. دول الحاجات اللي يخلوك تحط اول خطوة بس. واللي جاي كله اهم منهم. بس خلي بالك من غيرهم وتقدرش تعمل حاجة. تقدر تقول ان هم دول الاساس اللي انت هتبني علي يا صديقي. خلاص انا هطالب خريج كلية علوم. وجاي بالتقدير اللي انتو عايزينه. بعد كده بقى بتدخل في اللي انا هكلمك عنه في حلقة النهاردة اللي هو الفجة اللي بين سوق العمل وبين الوظيفة وبين الكلية المصطلحات وفرق المصطلحات والشغل والاحتكاك بالعمل وكل حاجاتنا اللي نتكلم فيها النهاردة هي بقى اللي جاية. لكن ما تقدرش توصل لكل اللي جاي ده وانت مش معاك الاساس. فالكلية مهمة. بس هي مش اهم حاجة. وما ينفعش تعتمد عليها. وما ينفعش تقول لي مجرد ان انا جاي بامتياز والاول على الدفع يبقى انا هتخرج هشتغل على طول. لا يا صديقي ممكن واحد يبقى جاي بتاقديرات ضعيفة جدا بس الواد ده حرك زي ما بنقول كده ينزل في سوق العمل يكسر الدنيا. تاني خطوة صديقي ادركت ان فيه تلات حاجات مهمين جدا لازم اطور نفسي فيهم قبل ما اتخرج وادخل على سوق العمل. لانهم هيفرقوا جدا معايا وهيخلوني في حتة تانية. وهم يا صديقي حاجة اسمها الصفت سكلز او المهارات النعمة واللغة الانجليزية بتاع واستخدامي للكمبيوتر. الصفت سكلز يا صديقي او المهارات النعمة دي اللي هي مهارة التواصل التحجز امام جمهور العمل تحت ضغط تنظيم الوقت مهارات كتير جدا يا صديقي بنسميها صفت سكلز او مهارات نعمة دي حاجات بتبقى مهمة جدا 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 وبتفرق معاك في سوق العمل. والشخص اللي بيتحلى بالصفات دي بيبقى محبوب جدا ومطلوب جدا في سوق العمل. لو متعرفش ايه الصفت سكلز دي يا صديقي او اول مرة تسمع عنها اكتب لي تحت في التعليقات وه وعمل لكم ان شاء الله حلقة كاملة عنها. رقم اتنينة صديقي اللغة الانجليزية. يبقى عندك مشكلة كبيرة يا صديقي لو مش مدرك ان احنا النهاردة الفين الانجليزي الانجليزي اصبح مهم. شركات كتير مصانع كتير ووظائف كتير بيكون لازم فيها لغة انجليزية. حتى لو حبيت تسافر برا حتى لو دول الخليج اللي بتكلموا عربي زيهم زيك. اللي بيسافر معا لغة انجليزية بيتميز جدا على اللي مسافره معا العربي بس. بيتفتح له ابواب اكتر بياخد مرتب اكبر بيبقى له فرص احسن. فاللغة الانجليزية صديقي مهمة جدا جدا في سوق العمل. وبرضو لو عندك مشكلة في اللغة الانجليزية اكتب لي في التعليقات. انا اعناق لك يا صديق اي حاجة تكتب لي في التعليقات اعملك عنها حلقة على طول. المهم تنزل تعمل لايك وتعمل سبسكرب يعني وتدلعني. ولو لسه مكمل حلقة الغاية دلوقتي انزل اكتب لي رقم 11 في التعليقات. عشان اعرف مين صحابنا اللي لسه مكمليه الحلقة الغاية دلوقتي. تالت حاجة معانا صديقي هي استخدامك للكمبيوتر. ما ينفعش النهار ده 2024 وانت نسه مش عارف ازاي بتفتح الكمبيوتر وتقفيله وازاي ما تتعاملش مع برامج زي برامج الوفيس. الورد والإكسل والبوربوينت. برضو الحاجات ده صديقي مطلوبة جدا جدا في سوق العمل. لان اغلب الحاجات دلوقتي صديقة بقيت ممايكانة والالكتروني وعنت والحاجات دي. فانما ينفعش اجيب واحد ما يعرفش استخدم الحاجات دي كلها. ثالث حاجة عملتها صديقي هي الحل بتاع رقم واحد. مشان لكو انت في رقم واحد بقولك ان فيه فجوة ما بين سوق العمل وما بين التعليم الاكاديمي بتاع الكلية والمدرسة. تاب ازاي انا بقى قطار قدرت حل المشكلة دي. بان انا يا صديقي بدأت احتك بسوق العمل. يعني لما تيجي الاجهزة الصيفية اي فرصة تخليني احتك بسوق العمل في المجالات اللي انا مهتم بها كنت على طول اروحها. وحاول اشتغل سواء باجر او بدون اجر. عشان ابدأ اتعلم خبرة يا صديقي واخد خبرة وبعد ما اتخرج انا جربت الحاجات دي قبل كده وانا لسه بتعلم. خلي بالك وانت لسه في الكلية صديقة بيبقى عندك رفاهية ان انت تجرب وتغلط. بتبقى غير مسئول اهلك بصرفه عليك الدنيا لسه مرتاحة شوية. لكن لما بتتخرج وبالطلب منك خلاص يا ابن احنا صرفنا عليك كتير وعلمناك وكبرناك ساعتها المسئولية عليك. فانت ساعتها في الوقت ده بيبقى صعب او ان انت تجرب. لازم تبقى انت عندك الخبرة الكفية عشان تتعامل. فحاول صديقي في الاجهزة الصيفية. في وقت فراغك. في اي المجالات اللي انت مهتم بها وتنزل تشتغلها سواء باجر او بدون اجر. حاول تعمل كده وما يعني ما تكسلش. الموضوع هيفرق معك جدا 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 وهيديك خبرة لا تتخيلها. واهم حاجة في الموضوع ده العلاقات. في الفترة دي يا صديقي حاول تعمل علاقات. ممكن انزل اشتغل في مكان بدون اجر. بس شغلي يعجبهم قوي. فيقولولي يا طارق اول ما تتخرج حد شهدتك يا حبيب وتعليه هنشغلك. انت شغلك حلو ابي واحنا عايزين نوظفك. او صاحبي الل معي في الشغلانة دي يجيب له وظيفة بعد ما اتخرج. او مديري في الشغل يقولي والله انا عندي موظفين كتير بس انا ليه واحد صاحبي عنده شركة. ليه واحد صاحبي عنده مصنع. ابعتك ليه واشتغل معاه. نزولك يا صديقي من بدر في سوق العمل واحتكاكك بيخلق لك علاقات والعلاقات بتخلق لك فرص دايما يا صديقي. فما تستهنش يا صديقي باي علاقة ممكن تكونها في سوق العمل. رابح حاجة يا صديقي عملتها ان انا كنت مدرج كويس جدا فكرة التغيير. يعني مش لازم ا اقول هو المجال دي لانا هشتغل فيه لانا مش هشتغل. وكنت مبطل عفر يا صديقي في المكان الغلط. اكبر مشكلة صديقي بنعملها في حوار الشغل ده ان احنا غالبا بنعند وبنصمم على مكان واحد ومجال واحد ولحزة من انجح فيه. يا ابني هي مش متيسرا لك هي مش جاية معاك سكة. خلاص. بس ده مش انك تروح تجرب فتفشل فتقول بقى خلاص ترق قال لي مجربش. انا بقول لك روح جرب مرة واثنين وتلاتة واربعة. بس اول ما تدرك انه والله مش جاية معاك س وان ده مش مكانك وده مش مجالك. خلاص سيبه وامشي. ما تفضلش تضيع حياتك كلها في مجال ومقتنع ان هو لازم انجح لازم انجح لازم انجح لازم انجح لازم انجح. في حاجاتها صديقي مش بتبقى جاية معانا سكة. وعشان كده صديقي لما بديجي نقول ان انت مشتغلتش بشهدتك الناس بتزعل. في ناس كتير صديقي مشتغلتش بشهدتها والله ونجحت جدا وجابت فلوس كتير جدا وبايت يعني حياتها احسن بكتير من ان هي تشتغل في المجالات اللي كانت متخرجة منها. فوالله اتخرجت وقدلت اشتغل بشهدتي الحمد لله. اتخرجت وحاولت وما جاتش معي سكة ابدأ اشوف غيره. مضيعش عمره كله صديقي بجري ورا صرابة. خامس نصيحة صديقي حاول تكون ترس في مصنع سوق العمل. يعني ايه طريق النصيحة دي. يعني شوف ايه المجالات اللي انت مهتم بيها في سوق العمل وحاول تكون جزء منها. انت مثلا عايز تشتغل في مجال الماركتنج. وعرفت ان فيه اكتر من جروب على الفيسبوك في مجال بتاعك. وشوف تعليقات الناس ونصيح الناس وابدأ اتعلم منها. وحاول كمان تكون علاقات جوه الجروبات دي لان مفيش علاقات في المجالات بتاعت الشغل بتاعتك هتبوز. او هتكون في الفاضي. لا وكمان يا صديقي فيه حاجة لو ما تعرفهاش اسمها لينكت ان. ده بنسميها صديقي فيسبوك الشغل. ده حاجة كده صديقي عبارة عن ان انت بتلاقي عليها وظايف بتلاقي فيها نصايح بتلاقي فيها الناس اللي بتشغلك بتلاقي فيها كل حاجة تحتاجها عن سوق العمل. لو ما تعرفش يعني ايه ل يا صديقي اكتبلي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله قريب هعمل لكم حلقة كاملة عنها. المهم يا صديقي تكون دايما البيئة اللي حواليك تكون من سوق العمل اللي انت مهتم بيه والمجالات اللي انت مهتم بيها. لو عملت كده صديقي فانت برضو بتزود من فرصك في القبول بعد التخرج لانك بتكتسب خبرة من ناس قاعدة سنين في المجالات دي. وبس كده صديقي تكون حلقة النهاردة تمت بحمد الله. اتمنى انت كمان يا صديقي تكون نزلتي يعني عملتي لايك حلو زيك عملتي لي سبسك شجعتني كده. ولو عندك اي تعليق لطيف خفيف حاجات من اللي احنا بنحبها كده اكتبها لي تحت في التعليقات ما تبخلش علي بيها. ولو كملت الحلقة الغايت هنا صديقي انزل اكتبلي تمت بحمد الله عشان نعرف مين صحابنا اللي كميلي الحلقة دي للنهاية. ربنا يوفقك يا صديقي ويرزقك بكل الخير يا رب ويتقبل منك سعيك يعني اسعى يا ابني وربنا ان شاء الله يوفقك. اتمنى صديقي تكون الحلقة لطيفة وخفيفة وتكونوا اتبسطتم. كان معكم بطريق صادق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.